الفأرة العروس حكاية من التراث الهندي عاش سارانكا وزوجته إلا في قرية بالهند ساعدين راضين عن حياتهما ولم يكن يحزنهما سوى أنهما لم يرزقا بالطفل انظر يا عزيزي فنساعد تلك الفأرة المسكينة حصر انها تسقط حمدا لله شكرا لك هي لك من فأرة جميلة ما رأيك؟ نعم انها جميلة جدا جاء بالفأرة إلى البيت وقاما برعايتها ولما لم يكن لهم طفل فقد استمتعا كثيرا برعايتها لقد اتخذت قرارا ماذا قررتي؟ سوف نربي هذه الفأرة حتى تكبر ثم نزوجها أكبر في إيران الدنيا ما رأيك؟ لكن يا عزيزتي لقد قررت ذلك يا عزيزي قام سرانكا وزوجته بتربية الفأرة الصغيرة وكأنها كنز ثمين انك أجمل في إيران الدنيا لذا يجب أن تتزوجي أكبر فئران كان هناك فأر قد وقع في غلان الفأرة من أول نظرة لكنه كان يحبها عن بعد اوه يا سلام ما اجل معي اوه ايه 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 صباح الخير يا حلوة اوه صباح الخير يا سيدتي اتدرين ما هو اليوم؟ تعيني افكر ماذا يكون؟ انه يكون يوم زواجك انا اتصمت لا اصدق ها هو فستان الزفاف الفقرة هيا ارتدي يا عزيزتي رائع نحن سعيدان جدا بك يا عزيزتي شكرا شكرا يا سيدتي سوف تتزوجين اليوم اقوى شيء في الوجود انه الشعاع انظري جاء يوم الزفاف فرحت الفقرة كثيرا لانها ستتزوج اقوى شيء في الوجود عفوا عفوا اود ان اهلئك ماذا؟ زواجا سعيدا شكرا لك درا من يكون لم اره من قبل هل تعرفنا من قبل؟ لا ولكن كنت اراقبك عن بعض هيا يا عزيزتي الوقت ضيق جدا هيا يا عزيزتي هيا يا عزيزتي لا تحزني هذا صحيح انك جميلة كما يقولون حجب السحاب وجه الشعاع الذي كان اقوى شيء في الوجود فتغير الامر عفوا لقد كانت مفاجئة لنا اه ماذا؟ اذا كنت ما زلت اعزب فهل تتزوج منها؟ اجيني انا اعزب نعم انا اعزب بالفعل هل سيكون هناك عرس؟ من الصعب التنبؤ بما سيحدث اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ظهبت الصحوب بعد أن نفقت فيها أرأيتم كبيرة قوية ما خف قلرتها لتزوجك بالحال انتظر لا تأخذها ما تريد لا تأخذها لا تغذيها أرجوك إنها رقيقة جدا أريد الأقوى من الرين أقوى من الرين أقوى من الريح أقوى من الريح حسنا عرض ذهب الفقر يطلب النجدة من الجدار أيها الجدار أرجوك أنجد الفقرة أرجوك أرجوك أنجدها حسنا دعي الأمر لي بالرغبة من قوة الريح استطاع الجدار أن يهزمها وهكذا تم إيقاظ الفقرة من الخطر وقرر سارانكا وزوجته أن الجدار هو أفضل زوج للفقرة لقد هدى الفقر جاء يوم زفاف الفقرة والجدار لم تكن الفقرة سعيدة لكنها لم تستطع البوحة بذلك أمام سارانكا وزوجته كم أنا تعيس في هذه اللحظة أتمنى لك السعادة كوني زوجة فاضلة نعم أرجو أن تحضوري من حين لآخر آه يا ليا من أحمق مستحيل هل تعرفين ماذا سيحدث اليوم؟ سيتم زفاف الفقرة الجميلة على الجدار مررت من هناك لكن هل تبدو سعيدة؟ لماذا؟ أتكون قد أحبت أحدا غيره؟ لكن الجدار هو أقوى شيء في الوجود مستحيل يأخذها أحد منه بالقوة هل تعتقد ذلك؟ كنت أعتقد أن الحب هو أقوى شيء في الوجود نعم أنت مخطئة حب؟ انتظروا انتظروا أقوى شيء في الوجود هو الحب انتظر أريد أن أتزوج منها وسنرى من من الأقوى أنها عمอน تنافسني لابد أنك تمزح لا أنا لا أمزح أبداً لا يمكنك أن تأخذها مني انتظر سوف أترى هيا عد إلى بيتك لا تنهد أنا أحبك لذا سماع الفأر لهذه الكلمات شعر بالشجاعة تتأجج بداخله حسنا انتظري سوف ترأيها الجدار هيا هيا خلوش ماذا يحدث إلى أين انتظروا انتظروا أعيهم وشأنهما إنهما رائعان أتمنى لكم حياة سعيدة وهكذا تزوجت الفأر من الفأر ترى هل كان سعيدين؟ أتخذوا ذلك اشتركوا في القناة